السلام عليكم ازيكم وعملين ايه? عايفين المنظم ده? انتو اكيد شفتو كتير جدا على النت. الحقيقة يا بناتهم اختراع تحفة. فعلا تحفة تحفة يعني. انا قلت لازم عملكو ريفيو عنه لانه عجبني اوي الصراحة. يا سلام بقى لو انت عروسة وحطيت حاجة حلوة كده على الصراحة بتاعتك. خلص بقى بيت مودة قديمة قوي حتة ان احنا لازم نحط الحاجات كلها ونفرشها ونرصها جنب بعضها. عشان نباني ان احنا جبنا حاجات كتيرة. لأ يعني احنا مش داخلين سوبر ماركت بالشيكة في البساطة. ولا لو بنوتة بقى وعايزة تدلعي نفسك وتحط حاجة حلوة كده في قطك ترمي فيها كل حاجاتك. بجده ويبقى حلوة جدا معيكي. تمام كده? بصوا هنا. انا طبعا كنت فاكرة كبير. انا ما كنت عارفة ان هو صغير كده على الطبيعة. بس متقلقوش يعني هو صغير بس يحير يعني لم كتير قوي معي. نلاقيه في حدود مية وعشرة من اي محل ادوات منزلية. الماتاريال بتاعته يا جماعة باغ. عارفيني الباغ اللي هي بتبقى ايه? آآ بلاستيك ازاز. عارفينه? تقيل. حلوة. الماتاريال كويسة مش بتتكسر بسهولة. يعني انا عجبتني الماتاريال بتاعته قوي كنت بحسبه ازاز بس هو لا مش ازاز. تمام? آآ هو دلوقتي الادراك بتاعته سهلة في الحركة. بتتفك بسهولة جدا. ممكن لو انت حابتي تنظفيه بوايبس بينضف معك بسهولة. لم الدنيا كلها معي. بصوا مقاسوا هنا حوالي آآ تلاتين سنتي في العرض. وآآ في في الجنب هنا حوالي آآ تمنتاشر خمستاشر سنتي كده. اقل من عشرين سنتي. اقل من شابري يعني. هو صغنون آآ. انت ممكن تحطيه كده على بعده. او تعملي زي ما انا عملت. انا اسمته على جزئين. هو منفصل. مش لازق في بعضه. وفي اربع ادراج تمام. درجين صغيرين. ودرجين تانين كبار. تقسم من فوق كده خانات حلوة. هتخلي الحاجات ما تسحش على بعضها. ما تتلغبطش في بعضها. بص انا وردتوه الكو اهو. بافصله. الحتة اللي هي فيها الادراج دي. فيها زي زي كده في الجنب. بيخلي الحاجات ما تقعش. يعني هي يلاقي مسك الحتة اللي فوق. ما تخليش تتزحلق منها ابدا. يعني انا لو حطيت حاجات عليها من فوق. مش هتقع. لان هو فيها زي زي كده في الجنب من كل الجهات. بيزبط الدنيا. بصوا بقى انا هحط كل الحاجات اللي قدامكو دي جواه. انتو مصدقين? مصدقين بتاع الصغير ده هياخد كل الحاجات دي. اكلها دور وعندنا اي شايدو فرش والمناظف بتاع البشرة والسبليش والمزيل. كل وكل حاجة وسبريهات وتوك واكسسوريز كل حاجة هحطها فيه. انا فعلا بصوا لمية الكلام ده كله فيه والله. وفرش الاي شايدو بتاع عشر فرش يعني الحاجات كلها اقدر اطلعها بسهولة. بصوا راستها قدامكو اهو. اطلع كل حاجة انا عايزها بسهولة. من غير ما لغبط الدنيا على بعضها. مش زي بقى ما كنا بنحط الحاجة وبتيجي تغذية توقعي لجنبها. والكلام ده لأ خالص ما فيش الكلام ده. بصوا دي الادراج. شكلها شك جدا لما ترست اهي جميل انا فرحانة بيقوي الصراحة. وعجبني. حوشته واشتريته. انتي كمان يلا جددي في بيتك وحوشي واشتري الحاجة اللي نفسك فيها. ما تخليش نفسك في حاجة ابدا. يعني انا دايما لما بتعجبني حاجة من مصروف البيت كده واحدة في واحدة احوش. واجيب اللي انا عايزة كله. ايه رأيكو بقى? حط التوق ومنديل اللي هي بتاعة الاسيتون دي. والبنس. انا فعلا لميت في السراحة كلها. وخلى الموضوع متنظم قوي قدامي. انا طبعا مش بعمل لكم اعلان عنه ولا حاجة. هو عجبني وانا قلتها فيتكو. زي ما عجبني واستفدت بيه. وحطت فيه اللمشاط والفرش والمبرد الملقاط. كل حاجة بص والرجاط والاكلدورات كل حاجة. برفانيتي كل حاجة حطتها فيه. فعلا لمت الدنيا كلها معي بجد تحفة. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. هتوحشون يا ابي مع السلامة. اشتركوا في القناة موسيقى